موسيقى مشاهدة الكرام أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ملف لنقاش هذا الذي سيبقى طويلا في تاريخ ليبيريا كأول رئيس منتخب يتسلم السلطة في بلاده منذ أكثر من 73 عاما ولد في حي صفيحي يعرف الفقر والفشل الجوع والعوز لقد أدرك يافعا أن بالاجتهاد فقط يستطيع أن يغير قدره لمع في ملاعب الكرة وعاش حياة النجوم والترف لكن الشهرة والحظ لا يكفيان ليكون رئيسا عندما انتقدوا لغته الرديئة درس عندما خاب ظله مرتين في الانتخابات تراجع كثيرا ليقفز طويلا كم يشبه جورجويا إفريقيا كم يشبه مساره دروب قراتهم يحق للأفريق اليوم أن يحلموا بتداول سلمي للسلطة بانتقال سلس للحكم فالأمثلة لم تعد استثناءا وإن كانت قليلة اليوم في ملف لنقاش نسأله عن القراءات الممكنة لتجربة الانتقال الديمقراطي في ليبيريا عن احتمال حضوض الدول الإفريقية في تجنب التوتر بعد الاستحقاقات الرئاسية وعن تأثير الوعي المتزايد بأهمية احترام اختيار الشعوب لمصرها لمناقشة محاور هذا العدد يسعدنا كثيرا أن يكون معنا الدكتور محمد بن حمو الخبير في القضايا العملية والاستراتيجية حياك الله دكتور أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم يسعدنا كثيرا أن يكون معنا الدكتور محمد العمراني بحبزة المحل السياسي أهلا بكم دكتور شكرا على السيدة كيف تفهم هذا الفوز الاستثنائي للاعب كرة قدم سابق لسيناتور لهذا البروفايل الخاص الذي يصل إلى رئاسة دولة خبرت فضاعة الحرب الأهلية هو بالفعل كما جاء في التقديم أن الرئيس الليبيري الآن يشبه إلى حد كبير ما هي عليه إفريقيا وما تحتاج إليه إفريقيا فبالتالي أن البروفايل الذي يرسمه الرجل أنه يعطي لانطباع أن إفريقيا الآن هي بالفعل نحو محطة مغايرة ومقبلة ولكن دعيني أقول أن ما حصل في الانتخابات الرئاسية في الليبيريا الآن أنه يحتاج إلى أكثر من قراءة وليست هناك قراءة واحدة لما حدث في الجانب الأول هو أن نتحدث عن انتقال سالس للسلطة ما بين رئيسة منتهية ولايتها أول سيدة رئيسة في إفريقيا أول سيدة رئيسة في إفريقيا ولكن الأجمل من ذلك وهو أنها هي ربما الأولى التي اعترفت بكون أن مدة الولاية الرئاسية يجب أن تتحدث في ولايتين وأن لا تتمسك بالسلطة إلى ما لا نهاية لأن هذه المحطة المفصلية وهو لحظة تسليم السلطة لأن لا أحد في إفريقيا للأسف الشديد أنه يتخلى عن كرسي الرئاسة في إفريقيا لأن هناك الكثير من رؤساء في إفريقيا فازوا في الانتخابات حرة قد تكون حرة ونازيها إلى غير ذلك لكنهم بعد انتهاء ولايتهم الرئاسية تشبتوا بالسلطة بوسائل متعددة لذلك الجديد وما تكرسه هذه التجربة هو تخلي الرئيسة بعد ولايتين من ست سنوات لكل ولاية تتخلى عن كرسي الرئاسة لرئيس منتخب وتعترف له كذلك بهذه الشرعية ثم الأمر الآخر وهو أن المتنافسين في الدور الثاني للرئاسيات اعترف كل واحد منهما بنتيجة الانتخابات بنتيجة الاقتراع وهذا معطى كذلك جد مهم لأن الكثير من الانتخابات التي جرت في إفريقيا العائق الأساسي الذي كان فيها وهو الاعتراف المتبادل بنتيجة الاقتراع طيب معطفا على ما تفضل به الأستاذ عندما يقول منافسه الرئيس بواكي إنه يحب ليبيريا وهذا الحب هو أكبر من رغبته في أن يكون رئيسا هو كذلك درس يدرس فعلا هو تحول هي تقافة سياسية جديدة بالقرى الإفريقية وهو كذلك تفضيل للمصلحة العامة ومصلحة البلد على الرغبات والتطلعات الشخصية أكيد بأن بواكي وهو يعترف بهزيمته وأكيد أنه يهنئ الرئيس المنتخب هو يعي جيدا بأن ليبيريا تدخل في مرحلة جديدة نحن نعلم بأن لهذا البلد خصوصيات كثيرة جدا فهو أول بلد إفريقي حصل على استقلاله سنة 1847 ثم هو بلد كذلك منذ سنة 1822 عرف إعادة استيطان العديد من العبيد الأمريكيين والذين تم ترحيلهم واستيطانهم بهذا البلد وهم الذين خلقوا داخل هذا البلد نوع من التمييز مع السكان الأطليين حيث أن جرجوية يعتبر منهم ولكن في ذات الأوان هو يعتبر نفسه من فئة ما يعترف عليهم بالنتيف أي السكان الأصليين في حين أن الفئة الأخرى وهي فئة الكونغو المعترف عليهم بتحت تسمية الكونغو وهم الذين حكموا البلد إلى غاية سامويل دو في سنة 1889 الذي كان الرئيس الذي ينتمي للسكان الأصليين وهؤلاء فرضوا سيطرة لهذه الفئة الليبرالية الأمريكية التي أخضعت البلد إلى قبضتها وبالتالي هناك تحول لأن جورجوية يعتبر ابن الشعب ومرشح الشعب وبالتالي كما تفضلته جوهرة هو نشأ وترعى في حي صفيحي ربته جدته وكان حلمه الوحيد في البداية هو أن يعانق ملاعب كرة خدم وهذا ما تم له ثم بعد أن تألق بالشكل الذي يعرفه الجميع وبعد أن كان أول إفريقي إلى غاية الآن يحصل على الكرة الدهبية سنة 1995 عاد بعد ذلك اللي يعانق الحلم السياسي ونلاحظ وكما تفضل الأستاذ في السابق أنه يعني أعاد الكرة مرتين قبل أن يفلحها وأنه حين لم يستطع بلوغ الرئاسة في الجولة الأولى أو في الانتخابات الأولى قبل بأن يعبر مسلك آخر حيث انتخب سيناتورا والآن نحن أمام تحول فعلي وحقيقي أولا أمام تحول يؤكد بأن لأشعوب رعبة في التغيير وهو الذي يعني فاز بتحت غطاء يعني حزب التغيير ثم نلاحظ بأن هناك كذلك رعبة من طرف الشعب الليبيري للعبور إلى بروفايل جديد ووجه جديد يغير ملامح النخب التي حكمت هذا البلد هذا كلام جميل ولكن هناك كذلك زوايا أخرى أثير الجدل بشأنها وهي كيفية وصوله إلى السلطة خبر الفشل مرتين كما تفضل الأستاذ ونجح كذلك ولكن نعرف أن نظام الانتخاب في ليبيريا خاص نوعا ما يقال أن هذا الفوز جميل ولكنه ليس طاهرا تماما لأنه وصل إليه بتحالفات من أشخاص أيديهم ليست نظيفة تماما سجلهم ليست نظيفة تماما من دم الليبيريين هل هذا الانتقاد صحيح؟ وفي الواقع أن الحديث عن انتخابات في القرى الإفريقية بصفة عامة أنها ربما أنها في الديمقراطية الغربية هي آلية ولكن نحن بالنسبة للقرى الإفريقية نعتبرها هي الغاية وأن تكون في آخر المطاف انتخابات نازيهة وحرة وشفافة هذا الأمر بلوغه ليس بالأمر السهل ولكن يجب أن لا ننسى أن ليبيريا التي نتحدث عنها أنها خبرت الحروب الأهلية وعرف رئيسها المطاح به طيلور محاكمات على مستوى محكمة سيراليون ولكن زوجة طيلور أن كان لها إسهام كبير في وصول جورجوية إلى السعودة لذلك قلت أن الأصل من الصعب أن نقول أننا في وضعية سليمة في المجتمع الليبيري وأن هناك توافقات وأننا نحن على الطراز الغربي لا نحن في إطار تأسيس حتى الطراز الغربي يتار هذا سنناقشه ربما قد نناقش هذه النقطة ولكن ما الذي يجب أن نؤكد عليه هو أن مرور ليبيريا بمرحلة طويلة من الحرب الأهلية منطلاق من 1980 إلى غاية 2005 ليست بالمدة السهلة كذلك أن ليبيريا خضعت لضغوطات خارجية خاصة من خلال جيرانها ثم الأمر الآخر أن ليبيريا هي نفسها تدخلت في شؤون دولة مجاورة سيراليون فما يترتب عن ذلك على مستوى الترصبات لا يمكن تجاوزها بسرعة ولكن مع ذلك نبقى ونقول في خاتمة القول وأن النتيجة المترتبة عن ذلك وأن تم إجراء انتخابات أفرزت نتائج تتمثل في فوز رئيس لحد الآن هناك آمال كبيرة عليه ولكن في نفس الوقت قد نقول أن الديمقراطية التي نرغب في أن تكون في ليبيريا هل هي بالطريقة الغربية أم هي يجب أن تكون بالخصوصية الإفريقية الخصوصية الإفريقية الآن على المستوى الليبيري وهو إرث مرحلة الحرب الأهلية تشكلات الاجتماعية يجب أن نقرأ أن المجتمع الليبيري هو فوسيفساء هناك المسيحيون والمسلمون هناك حضور لأزيد حوالي 20% من المجتمع الليبيري الذي غالبيته مسيحية هناك 20% من المسلمين وأن ما وقع في الحرب الأهلية كانت لو انعكاسات على مستوى طبيعة العلاقات الاجتماعية هذا الأمر ربما يجب أن لا ننسى عندما نحلل نتيجة الانتخابات لذلك حتى عندما نناقش الوضع الاقتصادي الآن لو لا العودة القوية للنمو خاصة بعد 2005 والفضل يعود لرئيسة السابقة باعتبارها رغم الانتقادات الكبيرة رغم ذلك ولكن في آخر المطاف أن الليبيريا لأنها كانت من أفقر دول العالم الديون المترتبة على الليبيريا أنها ديون خيالية تجوزة 4 مليار دولار ونصف استطاعت في وقت وجيز بحكم أن مجموعة من الدول تخلت عن ديونها لليبيريا إعادة جدولات مجموعة من الدول في آخر المطاف أصبحت نوعا ما تعرف نوع من النمو الاقتصادي هذا النمو الاقتصادي ينعكس حتى على الثقافة السياسية إذن فهذه الانتقادات تبقى ربما أنها واردة ولكن في آخر المطاف لدينا نتيجة وانتخابات رئاسية أدت إلى التناوب على السلطة بشكل سلمي طيب أول تصريح أدل به جورجويا ربما كان لافتا بالنسبة إليك دكتور عندما تحدث على أنه سيبني على ما تركته سيدة إيلين جونسون أول مرة ربما أول مرات القليلة التي تحدث فيها رئيس جديد على مواصلة المسار وعدم القطيعة مع الماضي هذا الخطاب أي رسالة يوصلها دكتور أعتقد بأنه خطاب ينبغي قراءته من المنطلق والمنطلق أن جورجويا في حقيقة الأمر لم يقدم برنامج وانتخب دون أن يقدم برنامجا فعلي وبرنامج واضح لماذا دكتور؟ أعتقد بأن هناك صعوبة لبناء برنامج يمكن من خلالها أن يجيب على الكثير من الانتظارات التي هي انتظارات الشعب الليبيري لماذا تم اختياره إن لم يكن له برنامج؟ هل التحالفات التي عقدها الدورة الأكبر كما قيل؟ أعتقد بأن هناك عوامل تدخلت فيما بينها العامل الأول هو شخصية جورجويا كابن للشعب وكرجل نسوق صورة جديدة كذلك نسوق لصورة جديدة وربما أنه كان دائما ذلك النجم الذي أعطى لبيريا حتى في أحلك أيامها ذلك الافتخار وذلك الضوء وذلك الأمل فعلا فنحن نعلم أنه خلال الحرب الأهلية وخاصة 1989 إلى 2003 هذه الحرب التي خلفت أزيد من 250 ألف قتيل جورجويا لم يكن له أي يد مباشرة أو غير مباشرة في هذه الحرب بل دفعت عائلته تمانا لها كما دفع الشعب الليبيري ثم نلاحظ بأنه كان براغماتيا في تعامله ولكن عفوا برانس جونسون لم يكن كذلك برانس جونسون لم يكن كذلك ولكن كانت لديه يد طولة في الفوز كانت له يد كذلك في هذا الفوز وبالتالي نلاحظ بأن جورجويا استطاع أن يقيم أولا تحالف مع الزوجة السابقة لشارل تايلورز حيث أنها ساهمت بشكل كبير في نجاحه وأعطته قوة هائلة بالنسبة لم يمكن الاعتراف عليه بأتباع سواء من ناحية العرقية أو سياسية لتايلورز ثم برانس جونسون كذلك دعمه في الدور الثاني بشكل كبير جدا فبالتالي فعلا كانت هناك توافقات وتحالفات للأسف الشديد تحيل على حقبة الماضي القريب وتحيل على الحرب الأهلية وتحيل كذلك على ما يمكن أن يظهر في لحظة من اللحظات يعني كنقطة سوداء فيما قد يأتي قد ينظر إليها البعض عفوا أستاذ كنقطة سوداء ولكن قد ننظر إليها من زاوية أخرى أن الشعوب قادرة على المسامحة على تجاوز الماضي فعلا لأنه هو استمرار ولذلك في الإشارة إلى ما قامت به الرئيس والاستمرار على هذا العمل هو استمرار على مسلسل المصالحة الذي عرفه هذا البلد هي تجربة كذلك استثنائية دكتور؟ تجربة استثنائية تجربة استثنائية لغم مرارتها هي تجربة فعلا مريرة وتجربة استثنائية لأن البلد فنحن أمام بلد في غرب إفريقيا مساحته 111 ألف كيلومتر مربع عدد ساكنته 4 مليون نسمة دول جواره هي غينيا ساحل العاج سيرليون ونلاحظ بأن هناك تداخل للمشاكل بين الحدود فلاحظنا كيف كان هناك تأثير سلبي للمشاكل الداخلية وانتقلت بين سيرليون وليبيريا وكيف أن كذلك تدعيات للأوضاع داخل هذين البلدين على ساحل العاج فبالتالي نحن أمام وضعية متميزة ولكن أكيد بأن المرحلة تستوجب التوقف عندها كما تتفضلين من خلال هذه الحلقة وهذا التوقف أكيد بأنها لحظة كذلك للاستفادة من التجارب السابقة نحن أمام مرحلة جديدة أمام توجه جديد وأمام وجه جديد لإفريقيا يبنى في هذه المحطات الأساسية الآن هل سينجح ويا الرئيس في مهمته كما نجح ويا اللاعب السؤال سيظل مطروحا الدكتور يتحدث عن الوجه الجميل للوجه الجميل جيد ولكن يجب أن يكون كذلك متمتعا ببصيرة ليرى أين يتوجه لايبيريا ما هي الأولوية بالنسبة إليها اليوم إلى أين تتوجه تبحث عن مكانة أفضل مستقبل ربما أكثر شروقا خاصة وأننا تجاوزنا المرحلة الأصعب ما بعد حرب الأهل هو بالفعل ربما أن المرحلة التأسيسية التي قامت بها الرئيسة إيلين جونسون أنها كانت جد مهمة خاصة على المستوى المصالحة وإطلاق مشاريع تنموية كبرى في البلاد أريد أن أتوقف هنا إذا سمحت لي وتفضل الدكتور أريد أن أفتح قوس موقف سيدة إيلين جونسون لم يفهمه الكثيرين فيما يخص موقفها من الانتخابات لم يكن الموقف واضح تماما من حزبها حتى أنها حسب في الأخير على جورجوية لماذا هذا الموقف في رئيسة؟ هو للتاريخ أم لمسلحة شخصية؟ هي ليست وفي الأمر ربما أن الوضع الداخلي بالنسبة لليبيريا كانت محطة استقطاب ومحطة تحاليل متعددة على اعتبار أن السيدة هي أول سيدة تحكم في إفريقيا وبالتالي أن تجربتها كانت دائما تحت الأضواء هل يمكن للمرأة الإفريقية أن تقوم بدور رياد وقياد داخل مجتمعاتها؟ ولكن السياسي يهمه أن يبقى حزبه في السلطة ما موقفها من حزبي؟ لماذا لم يبدو الموقف واضحا؟ هذا هو الأمر الثاني وأن ما أنجزته السيدة إيلين أنه هو إجازات كبرى على اعتبار أن الانطلاقة حصلت على ثقة داخلية ثم ثقة الجيران لأنه أمر جد مهم كان لها أدوار كذلك حتى في متابعة الرئيس السابق لأنه الذي فر إلى ليجيريا وطالبت بمتابعته أمام محكمة لاهاي كانت لها رؤية صراحة في إعطاء صورة عن المرأة الليبيرية التي هي قادرة على أن تقود البلاد ولو في ظروف جد صعبة والدليل على ذلك كذلك أنها استطعت أن تقلص إلى حد كبير نسبة الديون الخارجية التي كانت خيالية بالنسبة لدولة كليبيريا ثم الأمر الآخر لا ننسى أن المجتمع الليبيري كان يعاني من شتى أنواع الأمراض الفتاكة لنتخيل جوش في المئة من المجتمع الليبيري كان فيه مرض السيدة كان هناك أمراض المستشرية بكل أنواعها كمجتمع كذلك يعيش حالة الفقر أزيد من 80% من المواطنين يعيشون تحت عتبة الفقر المعترف بها على المستوى الدولي فهذا الوضع تأتي امرأة هي امرأة ربما أنها من تماء أرستقراطي يختلف عن وضعية ويا هذا ربما في المفارقات تأتي لكي تعلن عن طلاقة جديدة لليبيريا لماذا ستسلم هذا المنتوج وهذا الإنجاز الذي قامت به هنا يجب أن نفهم هذا هو الفرق لا نسألنا أن ويا فاز في الدور الثاني وليس في الدور الأول ويا في الدور الأول فاز ب38% فقط ولم يحصل على الأغلبية المطلقة المطلوبة في الدور الأول في الدور الثاني كان هناك دائما يكون هناك التحالفات وهذه التحالفات قد لا تكون منطقية في الدور الثاني لاحظنا من نموذج الفرنسي على سبيل المثال قد يتحالف الاشتراكيون مع اليمينين ضد اليمين المتطرف على اعتبار أن الغاية تكون أقوى الآن ما حققته إلينا لكي تسلمه إلى من له القدرة على أن يواصل ما أنجزته وهو الجانب المتعلق بالاقتصاد خاصة على مستوى البنيات التحتية ومجاهد الفقر والتعليم إلى غير ذلك ما الذي رأته السيدة جونسون السياسية المحنكة في جورجويا ولم يراه الكثيرون ربما دكتور أعتقد بأنها ربما أنها لم تراهن على حليفها ونائبها في الرئاسة لأنه أولا هناك عامل سن فالرجل يبلغ 73 عاما ثم حزب الوحدة الذي هو حزب الرئيسة بلغ ربما درجة لم يستطع معها تعبئة أكبر يحتاج إلى ترتيب داخلي كذلك دكتور إلى ترتيب داخلي ثم هذا الترتيب الداخلي لا يمكن أن نقول بأنه ترتيب يتم خارج التركيبة العرقية لعلى البلد وجورجويا ربما كذلك ما ساهم في نجاحه هو انتماؤه إلى العرقية التي تشكل عشرين في المئة وهي أكبر عرقية بليبيريا بالمقارنة مع العرقيات المتبقية طيب شكرا لك أن نتوقف عند فاصل قصير نعود بعده لاستكمال برنامج ملف لنقاش نرجو أن تتفضل عندما تحدثنا في الأول دكتور تحدثنا أن يحق ربما الإفريقي أن تحلم اليوم لأن هذه التجربة هي مشرقة ربما قد تكون من الإستناءات القليلة ليست الواحدة اليوم هل من بلدان أخرى كذلك تعرف هذا الانتقال السلس للسلسة؟ أعتقد بأنه منذ العقد الأخير بدأت بوادر انتقال السلسة والتداول على السلطة تظهر أكيد بأنه كان الأمر يتم ببعض الصعوبات ولكن كانت هناك انتخابات تمت بشكل سالس في العديد من الدول الإفريقية السينيغال مثلا؟ السينيغال هو استثناء السينيغال هو البلد الوحيد أكاد أقول في الغرب الإفريقي الذي عرف بشكل دائم منذ استقلال هذا البلد التداول على السلطة وتدبير الخلافات السياسية بدون عنف وربما أنه شكل استثناء في حين نلاحظ بأنه بعض الدول الآن هناك بينيين الرأس الأخضر مثلا؟ بالنسبة لما عرفته كذلك بينيين في انتخابتها الرئاسية ثم هناك ربما أنه رغم ما ظهر على بعض الانتخابات من تداعيات للعنف لم ترقى إلى ما كانت عليه في السابق كانت الخلافات تنطلق لخلافات سياسية وتنتهي بصراعات عرقية وتنتهي كذلك بعنف عرقية ونحن لا نتحدث كذلك عندما تتحدثونا دكتور عن تاريخ بعيد كينيا مثلا من جامبيا لا لازم تماما لاحظنا أنه كينيا في السنة الماضية والشهور الأخيرة كيف كانت هناك صعوبة للقبول بالنتيجة فبالتالي هناك استثناءات ولكن يبدو بأن المد العام يسير في اتجاه إنهاء تلك الأسليب التي كانت قائمة إلى غير الآن وربما أن هناك عملية يمكن رصدها والمتمثلة في إبعاد بعض الزعمات التي شاخت وعمرت طويلا في القارة الإفريقية ولاحظنا التحول سواء في أنجولا أو مؤخرا رحيل مقابي بالشكل الذي رحل به بمطلب من الشارع فبالتالي هناك وعي سياسي جديد في القارة الإفريقية وهناك ثقافة سياسية جديدة في القارة الإفريقية الأشياء الجميلة تفتح الشهية ولكن يبدو أن هناك دول تبدو بعيدة عن هذا لماذا يبدو هذا الأمر مستعصيا دكتور ربما أن التاريخ لازل جاثما على القارة الإفريقية بشكل كبير وحتى التحولات لم تتم بسرعة المطلوبة وحتى النموذج المراد إنزاله أو إعماله أنه لحد الآن غير موجود أو غير متداول فالوصفة الملائمة للقارة الإفريقية غير قائمة ولكن ربما أن الأهم التحولات الكبرى هي مرتبطة بالانتقال من نظام الحزب الواحد ومن حكم المؤسسة العسكرية الآن إلى التعددية السياسية والاعتماد على الألية الديمقراطية على رأسها الانتخابات التداول السلمي على السلطة هذه ميكانيزمات ربما الآن بدأت القارة الإفريقية تألفها وتتعامل معها ولكن في نفس الوقت أن هناك الإنسان الإفريقي الإنسان الإفريقي الذي له تنشئة معينة التي تجعله لا يفرط في السلطة لأن مفهوم السلطة ليست فقط مرتبطة بالمجال السياسي حتى بالنسبة للتنشئة الاجتماعية للإنسان الإفريقي الذي ينشأ على التمسك بالقرار وعلى الانفراد بالقرار قد تكون فطرة ليست خاصة بالإنسان الإفريقي لا هي مرتبطة بالتنشئة هي ليست قدر محتوم على الأفارقة ولكن عندما نعيد النظر في التنشئة الاجتماعية ربما قد تكون هناك انعكاسات في المستقبل ولكن رغم ذلك يجب أن لا ننسى أن إفريقيا تعاني من العامل الخارجي العامل الخارجي كان له أدوار مهمة ومهمة جدا لإبادة الاعتماد التبعية بشكل دائم أن دول غربية كثيرة أنها لا ترغب في تغيير النخبة داخل المجتمعات الإفريقية التي تحافظ على مصالحاته خاصة الشركات الكبرى في إفريقيا لأن إفريقيا هي إفريقيا الموارد الطبيعية التي تحتاج إليها الشركات الغربية لذلك هناك عوامل متعددة يصعب معها أن نقول أن الأفق ربما واضح ثم الأمر الآخر حتى على مستوى الدراسات التي تتم على مستوى القرى الإفريقية هناك الحديث عن كون أن حوالي عشر دولة داخل القرى الإفريقية التي تعرف نوع من الحرية في حين أن هناك حوالي 24 دولة هي على مستوى الحرية متوسط في حين أن 20 دولة إفريقية لا تعرف معنى للحرية وهذا أمر يعني أن إمكانية انتقال موجة الانتقال الديمقراطي بشكل عام داخل القرى الإفريقية يبقى مسألة صعبة ولكن هناك معطأ يجب أن يكون حاضرا بالنسبة إلينا الآن إفريقيا أصبحت تبحث عن استقلالية القرى الإفريقي وهذا تحدثنا عنها في أكثر من مناسبة والدليل على ذلك أن الكثير من النزاعات المرتبطة في الصراع على السلطة داخل القرى الإفريقية أصبحت دول إفريقية تتدخل فيه بشكل مباشر وتعيد الأمور إلى نصابها فالتكتلات الإقليمية الآن والاندماجات الإقليمية في إفريقيا أصبحت تساعد بشكل كبير الدول أو بعض الدول التي تعرف نوع من التعطر في إعمال الألياس الديمقراطية أنها تجد مساعدة ودعم بل هناك تهديدات بالتدخل العسكري من قبل بعض التنظيمات الإقليمية الإفريقية ولكن ربما هناك نقطة يجب أن لا ننسها حتى عندما نعتمد الآليات الديمقراطية يكون هناك خلل ربما في هانتينغتون في كتابه 1992 تحدث عن تغييرات الديمقراطية داخل القرى الإفريقية وكان هناك كلمة جد مهمة فرغم أن إفريقيا قد تكون فيها انتخابات وأن تكون فيها تدول على السلطة وهذا لا يعني بالضرورة أن الأمور تمر بشكل سليم مثلا عندما يقوم رئيس دولة منتهية ولايته بالتمديد لولاية إضافية ويقوم بذلك بشكل ديمقراطي يعلن عن انتخابات هذه انتخابات لتزكيته لولاية أو لتغيير الدستور أو لولاية الثالثة وتكون هناك انتخابات وتلك انتخابات تعبر عن إرادة الشعبية التي تمنح ولاية إضافية ونقول هل هذا الرئيس غير ديمقراطي في حين أن من زكاه في السلطة هو الشعب لماذا؟ لأنه يجب أن نأخذ باعتبار أن المجتمع الإفريقي فيه جزء كبير يعيش في العالم القاروي والعالم القاروي نعلم أنه يعاني من الأمية يعاني من الهشاشة وأن سهولة التحكم فيه تبقى قائمة دكتور الإطار المؤسسات الإفريقي له دور كذلك في هذه الحالات لاحظنا ما حدث مثلا في حالة غامبيا أي دور لهذا الإطار المؤسسات الإفريقي في المساهمة في الانتقال السلس للسلطة أعتقد بأنه يلعب دورا الآن لأنه من جهة رفض الاعترافات بكل سطو على السلطة في غياب الشرعية وهو من العقوبات من فرد العقوبات لأنه لذلك عقوبات وتدعيات ثم الالتزام بالحكامة الجيدة وأكيد بأن هذا الإطار المؤسساتي أصبح إطارا من جهة يمكن من إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية يفتح الباب لتدخلات إفريقية لداخل بعض الدول الإفريقية لحل هذه المشاكل ثم أصبح يؤسس لممارسة سياسية جديدة داخل القراءة الإفريقية ثم لا يمكن أن نغفل تراجع دور الأجندات وإن كان ليس بشكل كلي كبير وكبير جدا ولكن تراجع إلى حد ما للأجندات الدولية المتضاربة والمتناقضة ونحن نعلم بأن العديد من الدول الإفريقية عانت من تدعيات هذه الأجندات الدولية ودفعت تمنا فقط لتوفرها على تلك الخيرات الطبيعية فبأتالي هناك ما نراه ينجح كأمثلة في بعض الدول التي ربما قد تبدو بدون رهان استراتيجي كبير جدا وقد لا ينجح في دول أخرى في جميع الحوال أعتقد بأن هناك براغماتية جديدة داخل القرى الإفريقية وهناك توجه جديد لا يمكن القول بأنه بلغت ذروة وبأننا في مرحلة يمكن اعتبارها أوج الممارسة الديمقراطية لا زالت فعلا هناك ممارسات سلبية ستظل هناك ذلك التداخل بين الإثني والعرقي والسياسي ستظل هيمنة لبعض الفئات على فئات أخرى سيظل حاضرا كذلك المال بالشكل الذي هو حاضر في هذه الانتخابات لأننا نعلم بأن آلة الانتخابات داخل القرى الإفريقية غير موفرة لجميع الأطراف في المثال الذي نتطرق إليه وهو لبيريا سيطرت فئة الكونغو على السلطة داخل هذا البلد لعقود طويلة جدا كان كذلك من ومكلها بإكرهات كبيرة تماما إذن الآن هناك تحولات هناك توجه جديد أكيد بأنها مؤشرات يمكن وضعها كذلك في إطار سياق دولي كذلك أصبح يفرض الحكامة الجيدة أصبح يقف في وجه كل تغيير للسلطة بطرق غير مشروعة أصبح يفرض عقوبات ثم هناك كذلك يمكن الإشارة إليه سعي من طرف العديد من القوى سواء منها الكبرى أو الناشئة إلى استمالة القرى الإفريقية للاستفادة منها ولكن لا يمكن هذه الاستمالة والاستفادة أن تكون بالطرق التي كانت في السابق فبالتالي هناك ضرورة الآن لبناء الأمن والاستقرار بالقرى الإفريقية وهما متلازمان لأن لاحظنا بأن الانتخابات كانت دائما مصدرا لعدم الاستقرار في القرى الإفريقية هذه الآن تتحول إلى أسلوب إلى وسيلة لتدعيم لهذا الاستقرار ولكن بقي أن تكون أداة الانتخابات وأن تكون الديمقراطية أداة لبلوغ يعني الهدف والهدف هو العدالة الاجتماعية العدالة الاقتصادية التنمية داخل القرى الإفريقية التي تضمن الأمن والاستقرار بالقرى الإفريقية هناك ما يلح الدكتور على أهمية التجمعات الاقتصادية والانضمام إليها من أجل أن تأخذ الدول الإفريقية بأيدي بعضها وانتزاع ما أشرت إليه دكتور وهو استقلالية القرار السياسي واختيار الشعوب لمصيرها وهذا الأمر هي أمر متلازمة في مبنى لأن لا يمكن الحديث عن استقلالية القرار الإفريقي بدون وجود أنظمة ديمقراطية على مستوى الدول الإفريقية ثم الأمر الآخر أن عندما تكون هناك تكتورات اقتصادية هي تصب في اتجاه دعم الأنظمة الديمقراطية لأنها تحتاج إلى إرادة حرة للشعوب المكونة لهذه التجمعات الإقليمية لذلك سنلاحظ أن في الكثير من الأحيان أن أهم العوائق التي تحول دون نجاح التجمعات الإقليمية في إفريقيا هي مرتبطة بنوعية الأنظمة السياسية عندما يكون هناك نظام عسكري هناك نظام لا يستند إلى الشرعية أو نظام قائم على أساس عرقي فيه إقصاء لمجموعات بشرية داخل المجتمع فهذا لا يسمح بنجاح التجمعات الإقليمية إذن فابتالي من باب النظرة المستقبلية فعلا أن التكامل الاقتصادي وأمر جد مهم وهناك ظروف وشروط النجاح قائمة بشكل كبير وكبير جدا ولكن ربما أن الأمر الذي يحول دون أن تكون لهذه التجمعات الوظيفة الأساسية منها وهو نوعية الأنظمة السائدة ثم مسألة الاستمرارية لأن هذه المشاريع هي مشاريع تحتاج لها هي مشاريع استراتيجية يليست مرتبطة بإرادة أشخاص وأفراد عندما تتحول السلطة من شخص إلى شخص قد يتخلى عن المشروع الوحدوي والاندماجي بممنسبليات الدول مثلا على سبيل المثال قد تصل بعض التجمعات أو التنظيمات الإقليمية إلى حد الاندماج الاقتصادي على مستوى العملة وتتخلى دول عن عملتها وهي رمز لسيادة الدول وبعد حين عندما يتغير النظام السياسي يتم التراجع عن عملية الاندماج وهذا أمر غير مقبول على مستوى الاندماجات والدليل على ذلك ونلاحظه الآن في النقاش ما بين على مستوى البريكسيت ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لأن مسألة الاندماج كإرادة لدى الدول يجب أن تكون مرتبطة بإرادة الشعوب الشعوب هي التي ترغب في الاندماج مع شعوب أخرى ولكن لا يأخذوا رأيها دكتور وعندما يكون نظام ديمقراطي ما الذي نعنيه بالنظام الديمقراطي هو النظام الذي يعبر عن إرادة هذه الشعوب ولذلك عندما تعلن السلطة السياسية داخل دولة معينة انضمامها لتجمع إقليمي وتكون تلك السلطة معبرة بشكل حقيقي عن إرادة هذه الشعوب فلن يكون هناك أي خطر على الاندماج في المستقبل ولكن على العكس من ذلك عندما يكون الاندماج رادي مرتبط بإرادة لنظام ديكتاتوري أو نظام السبدادي فهذا الأمر يجعل المشروع الاندماج أنه سيعرف الكثير من السراعة ثم نقطة أخرى ربما أننا يجب أن نشير إليها وهي المتعلقة بتحدثنا عن كون أن بعض الرؤساء يتشبتون بالسلطة وأن ذلك هو مرتبط بخوفهم من يجب أن لا ننسى أن في الكثير من الحالات عندما يتخلى أو يتم إزاحة الرئيس من السلطة يتكون هناك متابعات قضائية ومتابعات قانونية وملاحقات إلى غير ذلك ولذلك يلود الكثيرون من قادة الأفارقة بالسلطة مخافة المتابعة ولكن هناك حالات استثنائية جرى مثلا في حالة سيد مقابي والتواصل إلى توافقات ولكن ربما هذا الأمر يجب أن نأخذه عن الاعتبار في ماذا في النقطة المتعلقة بالكون من يمارس السلطة يجب أن يعلم أن يجب أن تكون هناك لحظة مساءلة ومحاسبة لذلك عندما تحدثنا عن مسألة الحرية داخل المجتمعات ودولة الحق والقانون داخل المجتمعات الإفريقية فمستقبل الرئيس بعد انتهاء مدة ولايته يجب أن تكون كذلك محط نقاش وهذا ربما حتى بالنسبة للقاء أوباما مع رؤساء الدول الإفريقية في 2014 عندما حدثهم على ضرورة تحديد ولاية الرئيس أن تكون عن نمط الأمريكا على سبيل المثال في ولايتين كان هذه النقطة كانت محط نقاش لأن عندما تنتهي ولاية الرئيس فما ستكون مآله طيب ما زلنا نتحدث عن سبل الانتقال الديمقراطي وأهمية أن يكون الاستقرار في اتخاذ القرار كيف السبيل إلى ذلك دكتور أعتقد أن السبيل أن يكون هناك وعي داخل المجتمعات والدول الإفريقية بأن قوة السلطة في شرعيتها وأن الشرعية الشعبية هي أقوى الشرعية بالنسبة لأي نظام وهي التي تمنعه تلك القوة لاتخاذ استقلاليته في قراراته فكلما كان نظام سياسي يحتضنه شعبه ويقوي قراراته هذا الشعب فتكون له تلك الإرادة الصلبة وتلك الجرع على فرض السيادة على قراره وكلما كان هناك نظام منعزل ونظام بعيد عن دعم الشعب وعن شعبه منفردة دكتور أم منتشرة حتى اليوم في إفريقيا للأسف شبيب لازالت هناك داخل القرى الإفريقية بعض الأمثلة التي تؤكد استمرار بعض الأنظمة التي تبدو هشة لأنها ليست معزولة رغم ذلك أو منجودة فعلا هي معزولة وأعتقد بأنها في الأفق هي داخلة إلى زوال ربما تماما في دوامة التغيير والزوال لاحظنا بأن هناك خلال العقدين الأخيرين محطات كانت أساسية المحطة الأولى هي الدفع بالعسكري خارج اللعبة السياسية ووضع المدني والحكم المدني كركيزة للسياسة ثم إشكالية التدبير السلس والتدبير غير العنيف للخلافات السياسية وكان احترام مؤسسات الدولة دكتور واحترام مؤسسات هذه الدول خاصة وأن القرى الإفريقية للأسف شديد والعديد من الدول القرى الإفريقية خلال عقود الأخيرة ومنذ الاستقلالات لم تستطع أن تبني تلك الدولة الوطنية فبالتالي كان التحدي الأكبر ولازال هو بناء الدولة الوطنية وتدعيم الدولة الوطنية لأن الولاءات والانتماءات وربما طريقة تشكيل الدول الأفريقية يمكن القول بأن العديد من الدول رسمت فوق خريطة ولم تحترم الواقع الذي هو الواقع الجغرافية البشرية لهذه الدول تتحدث عن مشكلة الحدود التي ما زال يطرح العديد إشكالية الحدود والإشكاليات المرتبطة بالتخطيع الذي قسم فبالتالي كما تفضلت في السابق الحديث عن الاندماج هو مدخل أساسي لأنه يمكن اعتباره يعطي بعض الحلول لإذابة إشكاليات الحدود بين الدول فبالتالي هناك تغيير حقيقي وهناك توجه نحو بناء أشكال جديدة ليس فقط للدولة ولكن للتعامل بين مختلف المؤسسات ولكن لا يمكن كذلك أن نكون لا متفائلين ولا متجائمين ولكن لنكون فقط واقعيين ولنقول بأن الطريق لا زال صعبا وبأن الأوضاع الاقتصادية والتنموية لا زالت هشة وبأن الدول لا زالت لم تصل لدرجة المناعة لتواجه العديد من التحديات وأن كذلك العديد من المشاكل والتحديات الخارجة عن القارة الإفريقية يلقى بها في أحضان هذه القارة كقنبلة دائما موقوتها أثبت التاريخ أن السلطة المدنية أقدر على الحكم دكتور هل نحن باتجاه ربما أو على الأقل سائرون نحو ترسيخ هذا المعتقد وربما كما كان في السابق كانت عدوى المنقلابات هي العدوى السائدة داخل القارة الإفريقية الآن يمكن أن نتحدث عن عدوى الديمقراطية فالديمقراطية التي بدأت تكتسح الفضاء الإفريقي بالشكل كبير وكبير جدا وبما لا يكون اغتيانا في أغلب الأحيان عندما نقول عدوى بمعنى أن قد تصلنا بشكل أو بآخر قد تكون باعتبار تعقدات اجتماعية جديدة قد تكون بفاعل خارجي قد تكون على أساس فلتة أو زلة ربما بالنسبة لجماعة معينة ولكن الملاحظ الآن هو أننا بدأت معالم الديمقراطية ترتصم داخل داخل إفريقيا وهذا يعطي الانطباع بأن هناك إمكانية الاستمرار في هذا التوجه ولكن في نفس الوقت نحن نتحدث عن نوع من الديمقراطية والديمقراطية الليبرالية والديمقراطية الليبرالية لا تقتصر فقط على المجال السياسي هي تحتاج كذلك أن تكون مدعمة بليبرالية اقتصادية كذلك فيها كرامة الإنسان فيها إخراج الإنسان من الوضع الحالي لأن حتى الآن هل فعلا ستستطيع الديمقراطية التي تحققت الآن في ليبيريا أن تخرج المواطن الليبيري من وضعيته الحالية على جميع المستويات الفقر لهشاشة الأمراض بمختلف أنواعها ولكن نقول أن أول الغيث قطرة طيب ولكن هذا الغيث دكتور في بعض الأحيان رذاذ قليل هل سنتشه فعلا نحو ترسيخ الديمقراطية في إفريقيا هل ترى تاريخا قريبا لذلك أعتقد بأن هناك إرادة دولية تسير في إتجاه وحط أحمر تحت الإرادة دولية إرادة دولية تسير في إتجاه وضع إفريقيا خارج دائرة عدم الاستقرار وبالتالي محاولة للدفع في إتجاه بناء نوع من الديمقراطية لأننا نقولها صراحة إفريقيا لا تملك دائما قراراتها للأسف شديد لأن إفريقيا قارة وباعتبارها قارة هي مكونة من عدد كبير من الدول وهذه الدول ليست منسجمة في مصالحها دائما وبالتالي ليست على صوت واحد وبقوة وموقف رجل واحد وعلى إفريقيا أن تتقى في إفريقيا في مقال الجنة المالك شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد بن حلم وعلى كل ما تفضلتم به أشكر موصول للدكتور محمد العماني بخبزة كذلك شكرا لكم مشاهدين على المتابعة نلتقي بخير موسيقى ترجمة نانسي قنقر